وانتقل الى سامر خلاوي الكاتب والباحث السياسي اهلا بك معنا عبر شاشة الغد اذا كيف تتابع اليوم انتخاب ثالث رئيس حكومة في سبع اسابيع وما المرتقب من ريشي سوناك نعم في البداية مساء الخير لك ولسادة المشاهدين حقيقة احداث الدراماتيكية حدثت يوم امس واليوم يعني منها عودت جونسون الى بريطانيا واستعداده للترشح وحصوله على 102 مؤيد من حزب المحافظين وايضا في اللحظات الاخيرة اعلنت مورد انسحابها من السبع بناء على توصيات من اعضاء البرلمان ليصبح سوناك هو اول رئيس من اصول هندية في بريطانيا وهناك كثيرا من الصعوبات تنتظر سوناك وايضا تنتظر حزب المحافظين وهذا ما صرح به بالبداية سوناك وهو الانقسام الحاصل في حزب المحافظين وهذه من المهام الصعبة اضافة الى الامور الاقتصادية التي قد ينجح بها الى حد ما لا ننسى ان هناك نقطة هامة جدا في انتخاب سوناك الا وهي ان انتخابه جاء من قبل 187 عضو من اعضاء حزب المحافظين داخل البرلمان هذا يعني انه حتى باقي اعضاء حزب المحافظين ال160 الف لم ينتخبوه فهذا انتخاب منقوس بين قوسين عانت منه تيريزا ماي عندما خلفت ديفيد كاميرون وايضا عندما خلفها جونسون ايضا كان يقال له ان انتخابه كان ناقص فذهب بانتخابات العامة وفاز بها بجدارة الان سوناك هو تم ترشيحه وكما ذكرنا انتخابه من قبل اشخاص معدودين جدا اضف الى ذلك ان ايضا سوناك الذي كان مشارك بالانتهاك الحضر الذي اقره جونسون وما سمي بالبارتيغيت وايضا دفع غرامة في ذلك قد يشفع له امر الاقتصادي الا وهو انه حذر ليز تراس عندما كانت هناك مناظرات تلفزيونية فيما بينهم من ان خطتها الاقتصادية لن تلقى النجاح وقال بان خفض الضرائب سيكلف 45 مليار جنيه سترليني سوف يتم الاقتراض من اجل تغطية هذا المبلغ وايضا حذر من ارتفاع التضخم الذي تجاوز ال 10% وانخفاض الباوند الذي لم يحصل منذ سنوات طويلة يعني برأيك هل تنديد سوناك بخطة تراس هو ما اكسبه الثقة وما المعروف عن خطته الاقتصادية هل توضحت معالم الخطة التي سيتبعها سوناك نعم هذا سؤال هام للغاية الى الان يعني كما تعلمين فقط منذ دقائق عندما تم تأكيد انتخابه الى الان لم يقدم اي شيء ولكنه صرح وهذا تصريح هام بانه سوف يعمل على وحدة حزب المحافظين وهذا امر هام جدا لانه في ظل انقسام حزب المحافظين لا يستطيع اي رئيس ان يقوده وهذا ما ذكره جونسون عندما اعلن اعتذاره عن الاستمرار في الترشيح لانه قال ان لا يستطيع ان تترأس حزب منقسم فهذه من المشاكل الكبرى التي يعاني منها حزب المحافظين اضف الى ذلك لو سمحت لي بكلمة ان شعبية شكرا ان شعبية حزب المحافظين لا تزال بالانحدار وشعبية حزب العمال بالارتفاع حيث يتفوق على حزب المحافظين بما يقارب 42 نقطة ان تمت الانتخابات العامة اليوم ولكن حزب المحافظين يعتبر ذلك انتحار سياسي ولذلك لن يقبل بانتخابات عامة بل سوف ينتظر لـ 2024 ولكن هل ريشي سوناك هو الامل الوحيد امام المحافظين الفرصة الوحيدة وهل ينجح في اعادة توحيد حزب المحافظين ام انه الامر صعب جدا عليه او على اي احد اخر نعم اعتقد ان من السابق لأوانو الحديث عن نجاح سوناك في توحيد الحزب لان هذا الانقسام ليس وليد الساعب الانقسام ادى لتراكمات كثيرة كان هناك من المرشحين يعني جيرمي هانت كان لديه بعض الحضور ان ينجح في توحيد الحزب وخاصة ان بداية خطته الاقتصادية قد نجحت لحد ما ولقت بعض القبول ايضا كان من المعتقد ان يكون هناك بن وارس وزير الدفاع الوزير المخضرم والقوي كان يمكن ايضا ان يكون عامل قوي لتوحيد حزب المحافظين سوناك كان عامل انقسام في حزب المحافظين ودعيني ايضا ان اشير هنا ايضا الى امر اخر لو سمحت لي ان سوناك كان يتصدر الترشيح مع ليس تراس وعندما ذهبوا الى انتخابات لاعضاء حزب المحافظين 160 الف تفوقت عليه التراس هذا يعني ان هناك من اعضاء حزب المحافظين لا يرغبون في سوناك رئيسا للوزراء ولكن قد يكون امر الضرورة الان ووجوده كرئيس للوزراء قد يدفع بعض اعضاء حزب المحافظين للتوحد والاستفاف خلفه خاصة انها دائما نحن نذكر ان حزب المحافظين يخطط للفوز بالانتخابات العامة لانه استشعر الخطر ليس من الان كان هناك في مايو انتخابات بلدية خسر بها حزب المحافظين كثيرا وايضا كانت هناك رجود افعال كثيرة من قبل الشعب البريطاني التي غيرت من توجهها حتى بعض الاماكن المعروفة تاريخيا بانها مواقع لحزب المحافظين تخلت عن حزب المحافظين لذلك استشعر الخطر حزب المحافظين وضغط على جونسون من اجل ان يستقيل واستقال ولكن الى الان الامور لم تجري بالشكل الصحيح البعض يعول على سوناك والبعض الاخر يقول علينا ان ننتظر ولكن الان لا خيار اخر امام حزب المحافظين سوى الاستفاف خلف سوناك فهل سوف ينجح هذا كما ذكرنا من السابق لاوانه التنبؤ به ما رأيك دكتور سامر نظرتك يعني نتحدث عن ثالث رئيس للوزراء في حوالي سبعة اسابيع هل يكون ريسي سوناك الاخير ام انه سنشهد بوقت قصير اعادة انتخابات او ربما الاتجاهنا هو انتخابات مبكرة ما الذي تتوقعه الذي اتوقعه ان سوف يبقى سوناك رئيسا للوزراء للانتخابات القادمة والذي اتوقعه ايضا انه لن تكون هناك انتخابات عامة لان حزب المحافظين هو صاحب السلطة ودون موافقته لن تذهب البلاد الى انتخابات عامة خاصة كما ذكرنا ان استطلاعات الرأي تشير الان وهذا لم يحدث منذ مدة طويلة الى تفوق حزب العمال استفاد حزب العمال كثيرا من اخطاء حزب المحافظين يعني على سبيل المثال عندما كانت ليزي تراس في مجلس العموم يوم الاربعاء كانت هناك كثيرة من الاسئلة التي تطالبها بالاجابة ومنها استارمر رئيس حزب العمال عندما سألها ان تقدم اعتذارها عن التخبط الذي قامت به وعن خطته الاقتصادية ماذا فعلت سألته ما هو رأيك بالاضرابات فاجابها انحنا نحن لسنا في السلطة انتم الذين في السلطة طبعا اضافة الى الاختراقات اللي حصلت واول مرة بتحصل بتاريخ بريطانيا ان يقوم رئيس وزراء بسن قانون ويقوم هو باختراق هذا القانون وهو الحضر ايام الكورونا وهذا حصل من قبل جونسول وايضا شاركه ريشي سوناك بهذا الحضر ولم يحترموا الحضر وتعرضوا للغرامة وكلاهما دفع الغرامة لذلك انا من وجهة نظري المتواضعة لا اعتقد ان سوناك لديه الكارزمة القوية التي يمكن ان يقود بها حزب المحافظين الى الفوز بالانتخابات القادمة قد ينجح اقتصاديا في خطته وقد يحقق بعض المكاسب وانا اعتقد ان اولويته هو خفض التضخم ورفع نسبة النمو وتحسين الجنيه الاسترليني قد ينجح بذلك وايضا طمأنة السوق قد ينجح بذلك ولكن تبقى كما ذكرنا هناك صعوبات اخرى وهي توحيد الحزب والانطلاق للفوز بالانتخابات العامة خاصة ان الفترة ليست بالبعيدة وايضا هناك امر اخر وهو تراكم الاخطاء والفشل الذي حضي به حزب المحافظين والتراجع الكبير في شعبية حزب المحافظين هل سيستطيع ان يعيد شعبية حزب المحافظين خلال الفترة القادمة من المبكر القول ذلك ولكن ايضا هناك امر هام لانه كثير من الاحداث والامور كما تعليمها اتبطها ببعضها يعني سوناك هو من اصول هندية مهاجرة عندما سئل بقناة بي بي سي وكان يعني على اسف الشديد احيانا تجدين المواطنين المقيمين وهنا ملكيين اكثر من الملك يعني وزيرة الداخلية السابقة التي اصرت على تشريع قانون يرضى المهاجرين ويتم تسفيرهم الى رواندا وكانت هذه ايضا سابقة عندما سئل سوناك وهو كان مرشح مع ليزي تراس هل انت تؤيد ترحيل اللاجئين الى رواندا قال له نعم اؤيد ذلك فاجابه المذيق وقال له انت اصلا من حصول مهاجرة فكيف يعني تؤيد قالها من اجل حماية البلد وطبعا هذا شهدناه ايضا في السويد وايضا شهدناه في الدانمار نعم هو متشدد مع المهاجرين نعم وزير المهاجرين يعني في السويد من اصول عراقية وزير المهاجرين في الدانمار من اصول اثيوبية كانت ايضا وزيرة الهجرة من اصول جزائرية كل هؤلاء مع الاسف الشديد كانوا ضد المهاجرين ويسنون القوانين التي هي ضد المهاجرين وأيضا بالنسبة لرأي سوناك هناك الكثير من من لا يؤيد وجهة نظر سوناك وهي ترحيل اللاجئين إلى رواندا وحتى أن ملكة شارلز الثالث كان له أيضا رأي في ذلك رغم أنه ممنوع عليه أن يدلي بالسياسة ولكنه لم يكن يؤيد هذا التوجه وهو ترحيل اللاجئين من هنا من بريطانيا إلى رواندا